الصحفية الشابة المميزة نهلة مجدو ومشاوير مشتها في الصحافة وإلى مستقبل مشرق بإذن الله نمضي نحن ونتمشى معكم أيضا في صباح الشرق الحياة مسرح كل منا له دور فيه هذا المسرح متعددة باختلاف الدور الذي يلعبه الفرد وحينما تتوحد الأحاسيس في لحظة ماء وزمان ماء ومكان ماء يكون المسرح قد اتخذ شكلا آخر من الفرح النبيل الذي يجسده تراثنا الشعبي بمحلية جسان التي شكلت فرق الوازة أو الزنبارة لحظة إذن معنا جماليا تستييب له الحواس وتتفاعل معه الدواخل بارتياح كهذا الذي نراه أمامنا حياتنا السلام الإجتماعي فيها موجود بالفطرة السعادة عصفور لا يهدأ جناحه تحليقا وتهويما وتطريبا لكل سامع على أنغام الوازاة التي تمثل رابط إخاء ومحبة حينما يلتق الناس في مناسباتهم الإجتماعية حينما تأتي لحظة الإنفاقات والفعال الداخلي مع شعور محسه وفق احتياجنا ورغباتنا مناياتا لحبيب غائب عننا أو أقلقنا ابتعاده مننا أو اشتاقه كل مبض فينا نتخطى حاجز السن والعمر نكتر زمانا ربما يكون قد ولى بحساباتنا ولكنه يظل يشكل حضورا ممراحا يتمل على أنغام الوازاة في فضاء للحب فيه مسرا ومرقد وسواعي تنشد عناقا لأرض حبلة لذكريات لن تبرح الذاكرة رغم الكلمة التي قالها الزمن في تفاصيل هذا الجسد أن تعبر عما يعتمل دواخلك هنا شيء متاح للجميع في كل تفاصيل الحياة اليومية ساعة للاستجمال والاسترواح تختلف مسميات الآلات المستعملة في التعبير عن ذلك ولكنها تلتقي في أنها تجمع الشمل وتوحد الكلمة والإيقاع الداخلي لمن جمعهم المكان وأتى بهم الزمان بمختلف دواع القدوم فهذه الجماعة التي تتعاطى الرقص على أنغام البلو نقرو قال محدثنا إنها كلمة تتكون من مقطعين باللهجة المحلية بلو تعني الزنبارة ونقرو تعني النقارة فيأتي التسمية مدمجة هؤلاء في هذه الساحة التي تضج رقصا وانفعالا ودانيا بما تصدره من أنغام المرأة هنا لا تنفصل عن الرجل بأي حال من الأحوال فهي معه في الحق تشد من أدره تتهابه كل مقاومات الاستقرار حفزا له لمزيد من العطاء والعمل وتتزين له في إشارة إلى أن الدفء الأسري سمة لهم تتنوع الإقاعة في بلاده وتتشكل تلفة من منطقة أخرى ولكن الحب يظل رابطا وثيق العراء واضح القسمات يمشي بينهم في إباء وشموخ ومحبة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة